يا هلا يا حلوين احب في البداية اشكر كل اللي بيدعموني وبيشجعوني شكرا لكم جدا بجد على دعمكم مستمر ليا ويالله يا حلوين جمعوا بعض في التعليقات وقالوا انتم من انهي دولة واكتر تعليقات هجلنا هنشكر اهلها في بداية الفيديو الجديد واحب اشكر النهاردة اهل الجزائر الجميلة على دعمكم وتعليقاتكم الحلوة ليا شكرا لكم جدا بجد ويالله يا حلوين كبروا عيلتنا الجميلة اكبر واكبر وعايز اقول لكم على حاجة كمان الحمد لله بفضل الله صفحة الفيس بينا بنزل عليها فيديوهات جديدة هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اتمنى ان هي تنول اعجابكم وقبل ما نبدأ ما تنسوش تسالوا بينا عنه وتذكروا الله ويالله نبدأ احداث الدراما الجديدة مع بعض البطل شاب قاسي بيقضي ليلة مع بنت غريبة فبتحمل منه وبيخطفوا بنها منها ويعزبوها وتتصدم ان هو وقائد قوات خاصة وعاوز ينتقم منها عشان كده المسلسل بيبدأ بالدكتورة سو اللي بتكون قاعدة في غابة وبتحضر اعشاب عشان تعمل منهم خلطة طبية وفجأة تلاقي شاب بيمسكها وبيزقها وبيقول لها صدقني اللي هيحصل ما زي ما انت مفكرة انا مش شخص واحش بس انا وقعت في فخ ومش عارف اسيطر على نفسي واوعدك ان انا هبقى مسؤول عن كل اللي هعمله دلوقتي ويتقرب منها وبعد شوية يفوق ويبصلها ويفهم ان هي ما كانتش مرتبطة قبل كده وانه اخد ليلتها الاولى وبعد خمس سنين من اليوم ده بتظهر صف مطعم ومعها ممتها ويبان ان هي اتجوزت واحد تاني خالص وقاعدة مستنيها عشان يحتفروا بعيد جوازهم سوا لكنه بيتأخر وما بيجيش وبتسألها امها عنه هو فين جوزك فبتبعت له رسالة وتقوله انت تأخرت ليه شغلك هيخلص امتى لكن امها بتتجنن فجأة وبتمسكها متشعرها وبتقول لها انت لسه بتكذبي علي انت سايعة وجوزك ده مش موجود اصلا فتقول لها اهدي يا ماما هو في الطريق جايه لكن توصل رسالة منه هو بيقول لها انا مشغول ومش هقدراجي وتتعصب امها اكتر وتقول لها يخسر التربتي فيك انت لا يمكن تكوني بنتي ولا عرافك فتقول لها اهدي يا ماما بس اهدي فرقتي علينا المطعم كله ويجي لها الجرسون يجري ويقول لها هي يومك دي مجنونة ولا ايه لو في مشكلة ما بينكو يا ريت حلوها برا المكان اطلعوا برا لو سمحت ويقولوا اللي قاعدين في المكان ان شاكل امها مريضة نفسية وهي تهدي امها وتقول لها يلا يا ماما نرجع المستشفى دلوقتي وانا هشرح لك كل حاجة بعدين وفعلا ترجع سو الشغل والكمة دايقة جدا من اللي حصل وتقعد وتقول لها الممرضة مالك يا سو حصل معاك مشكلة جديدة ولا ايه شكلك مش عاجبني خالص لكن فجأة بيدخل عليهم راجل بيجري وبيقول دكتور الاطفال اللي هنا فين في امه وابنها مخطفين والابن محتاج مساعدة فورا ياريت حد يتطوع ويجي معايا ونضمن لكم ان هو يرجع سليم فتفكر سو اللحظة وتقول انا هاجي معاك ويبان البطل في الوقت ده ونتعرف عليه ويكون زابط قوات خاصة واسمه فنغ ويوصل للمكان اللي في الخطفين ويسأل عن الواضع لكن فجأة توصل سوق ويتصدم اول ما يشوفها لكنه ما بيكونش فاكرين بعض اللي اتنين لكنه اول ما بيشوفها بيقول انتي انتي ما ينفعش تدخلي معانا فتقول له ليه انا دكتورة وبقالي خمس سنين بشتغل ودي فترة كفاية ان انا يبقى عندي خبرة فيقول لها الموضوع مش موضوع خبرة زي ما انتي بتتكلمي اللي جوه دول قتلين قتلة ومحدش ضمن ممكن يعملوا ايه خاصة لما يلاقوا انه الدكتور اللي جاي واحدة ست زيك وبسكتة كده في نفسها فتقول له بس انا مش خايفة وبعدين قمال انت دركوا ايه مسيابتك حضرتك قائد برضو لازمتك ايه بقى لما انت مش هتقدر تاخد بالك مني ويسمع صوت الست وابنها بيصرخوا من جوه ويكون ما فيش وقت للتفكير اللي هم بيفكروا فيه اصلا ويقول لها فين غانا هاخدك معايا بس اياكي كده تعملي حرقة كده ولا كده جوه لان وقتها مضمن لكيش ان انا اقدر اخد بالي منك ولا لأ وياخدها ويدخلوا جوه وتتصدم اول ما تشوف الست وهم مرفعين عليها وبتستنجد بيها وتقول لها الحق ابني ارجوك الحقي فتقول لهم انا الدكتورة واللي معايا ده صندوق العلاج كله علاك صدقوني فيشدوا منها وياخدوا الصندوق ويرموا في الارض ويشوفوا كل اللي فيه ويخلوها توطي تلم العلاج تاني لكن فجأة وهي بتلم العلاج بتشوف صورة عائلية للست وجوزها وابنهم وبتتصدم لان الراجل اللي بيكون في الصورة هو نفسه جوزها تشنغ اللي بيتهرب منها بقاله فتبص للست باستغرب وتقول لها هو انت اعلقتك بتشنغ فتقول لها ده ابو ابني فتتصدم وتقول في سرها بقى انت بتخني اناني انا هوريك وتقوم وتعالج الواد ويقول فانغ ما تقلقوش سبوهم يخرجوا وخدوني انا رهينا بدلهم وكل طلباتكو هتتنفذ فيقول له يا سلام يا حبيبي هو انت شايف نهبل اسيب الحلوين دول يمشو واخدك انت ليه لا طبعا ما كنتوش هتنفذوا طلباتي كلها قولوا على الودة يا رحمن يا رحيم فتقول له سو خدوني انا انا موافق افضل كراهينا الودو القائد ممكن يعملو لكم مشكلة اما انا مفيش في ايدي اي حاجة وما قدرش اعمل لكم اي حاجة فده اختياركو الافضل وفعلا يوافقو ويدخل فينغ ويقرب من سو ويقول لها ما تقلقيش مش هسيبك وياخد الستة وابنها ويطلعوا ويبص على سو هي في ايديهم ومش قادرة تعمل حاجة ويكون خايف عليها واول ما الباب يتقفل ما يصدقوا الخاطفين واحد منهم ياخدها ويزقها على السرير ويقول لها ايوا بقى يا حلوة الجو فضى وبقنا لوحدين ويشدها ويتقرب منها ويقول لها وريني بقى امين اللي هيلحقك من تحت ايدي في الوقت ده يكون فينغ برة بيسلم الام وابنها لصحابه وبيقول لهم ان هو هيدخل ينكز الدكتورة وفعلا يطلع لها من البلكونة ويدخل يشد الشاب اللي معاها ويدربه يوقع في الارض وهي لسه مصدومة يدخل واحد تاني ويكونها يضربها فيلحقها فينغ في اخر لحظة ويشدها في حضنه وياخد الضربة هو وهي مصدومة من اللي هو بيعمله لكنه بيلحقها وبيشيلها في حضنه لكنها بتقول له انا كويسة وبتطلب منه ان هو ينزلها وفعلا تنزل وتمشي ويجي المساعد بتاع فينغ ويقول له رئيس حضرتك مصاب فيقول له مش مهم دلوقتي انا عاوزك تعرف لي كل حاجة عن الدكتورة دي وتجيب لي كمان رقمها فيقول له اوامرك يا رئيس وترجع هي البيت ويكون جزها تشنغ هناك اللي ما بيكونش فارق معها اي حاجة ولا بيسألها عن نفسها حتى واول ما بيشوفها يقول لها حضري للأكلة نجعانت فتفتكر لما شافت صورته في البيت وبصله بقرف وتقول له يا رت بقى تروح تزور ماما انت عارف ان هي بتحبك وحالتها بتتحسن لما بتشوفك فيقول لها ما انت عارفة ان انا مشغول هو انا فضلك انت امك فتتعصب وتقول له طبعا مشغول بالست هانم التانية فيقول لها ايه كلام اللهبة اللي انت بتقولي ده انت تقصدي ايه فتقول له ايوا يا حبيب استعبت استعبت ما هو ده اللي انت شطر فيه انا النهاردة روحت انكز عيل صغير اتفاجئ لك بايه بقى ان ابنك اه زي ما انت سامعك كده امه قالت انك ابو وانا الهابلة لراي حجرة سعد ابنية صافية فيقول لها انت نسيتي نفسك ولا ايه انت جات حاسبين انا هو مين فينا اللي خان حب التاني وقضى ليلة مع واحد غريب وضيع حبنا ورغم كده انا مرضت شاسيبك واتجوستك ودارت عليك وكل ده عشان امك الست الغلبانة الكبيرة اللي كانت هتروح فيها لو عرفت ان بنتها المتربية المحترمة ضيعت ده كله فتسكت وتقول له انت عارف انا مش فاكرة اي حاجة عن اليوم ده وانا قلت لك الكلام ده الف مرة فيقول لها ايه اختي هصدقك حاضر مش فاكرة برضو ولا مش عاوزة تقوليلي انك ما كنتش في حياتك واحد بس لا ده انت كنت مقضيها فتقول له انت بتقول ايه صدق انا مش فاكرة اي حاجة فيزقها ويقول لها طيب خلاص بتقوليلي ان انا بخونك صح يبقى نتطلق فتمسك فيه وتقول له طب امي هقول لها ايه فيزقها ويقول لها انت مجنونة هي امك مش همانا وانا مالي يقول لها اللي تقولي روحوا في دهيا انتوا اللي اتنين قرفتيني بقى في عشتي فتوطي وتمسك في ايده وتقول له ارجوك عشان خاطري انا اسفى ما اطلقنيش فيوطي ويمسك شعرها ويقول لها ايوة كده يا حلوة اعقالي وفوق لنفسك اخونك اتجاوز عليكي اخلف دي حاجات ما تخسكيش وإلا كل اللي بيننا هينتهي فتقول له طيب تروح تزور معا في المستشفى ممكن فيقول لها اه هبقى فكر في الموضوع ده على حسب انت هتعقالي ولا هتوجاعد مغي الفترة الجاية في الوقت داي صار فينغ في مكتبه هو والمساعد وبيدخل له وبيدي له الملف الخاص بسو وبيقول له اسمها سو متجاوزة من خمس سنين من شاب اسمه تشنغ والغريب هنا ان الرهاين اللي هي نقزته من النهاردة يكون عشاء تشنغ وابنه تفتكر لو عرفت حاجة زي كده هيكون رد فعلها ايه وقى صحيح يا رئيس في حاجة تانية امها تعرضت لحدثة عربية من خمس سنين واللي نقزها وقتها كانت تشنغ وهي مش فاكرة اي حاجة من وقتها غيره وجالها مرض نفسي غريب ومحجوزة في المستشفى تفتكر ممكن يكون دا السبب اللي خلى صوت تجوزه وهل لو عرفت انه بيخونها هتسيبه فيقول له لا مش دا السبب اللي هيخليها تسيبه فيقول له تقص دي فيقول له لا لا ولا حاجة اطلع برا يلا ويفتكر اللي حصل معاهم اللي لدي ونفهم انه هو عرفها وانه هو فاكر كل اللي حصل معاهم ويبان انه هو زي ما وعدها عمل فعلا وقتها كانت بتتجوز تشنغ وبين عليهم حبهم لبعض وكرر انه هو يسيبها تعيش حياتها وما يظهرش في حياتها تاني لكن تاني يوم في المستشفى تيجي عشية تشنغ بعد معرفة الحقيقة وان الدكتورة سو تكون مرات عشائها وتعمل مشكلة وتتبلى عليها ان هي تعبت ابنها اكتر مع الجتوش وتخلي المستشفى كلها تقوم عليها ويمسكوا سويب وعايزين يضربوها لكن في اخر اللحظة فينغ بيجي وبينقذها من ايديهم وبيفضح ليلي وبيقول ان انت جاية تعملي تمثيلية هنا عشان عرفت ان هي مرات عشائك فيتقلب الكل ضدها فجأة بعد ما كانوا كلهم في صفها وتعالت ليلي وتترجس وتسامحها وياخدها فينغ ويدخلوا ويعودوا سواء يتكلموا مع بعض جوه ويطلب منها ان هم يروح يتغدوا سواء ولو وصلتوا الهنا يا حلوين ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل وكم انت اجمل وكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد وكتبوا لي كمان نفسك لخصلكم سلسلات ايه الفترة الجاية وما تنسوش كمان تاخدوا الكلفة في صفحة الفيس هتلاقم سلسلات جديدة وجميلة هناك وقبل ما نكمل ما تنسوش تصالوا بينا عنابي وتسكروا الله ونكمل مع بعض وفعلا ياخدها معاهم واللي وتستغرب ان هو داخل محل هدوم حريمي فتقول له واحنا منعمل ايه هنا ومش احنا هنتغدى سواء برضو فيقول لها اه بس انا عندي عشا عمل ومحتاج يكون معايا الشريكة وانا مش مرتبط وفكرت اخدك معايا عشان كده اكيد هنحتاج لك فستان حلو بقى وهنحتاج لنا كمان بدلة فتقول له قائد فنغ حضرتك عارف ان انا متجوزة فيقول لها اه طبعا انت فهمتي ايه بس ده عشا تبع الشغل وكل اللي فيه ناس من برا البلد ومحدش هيعرفك ما تقلقيش ولا كأن حاجة حصلت وبعدين انت اللي طلبتي انك تردي لك جميل اللي عملته معاك مش كده ولا ايه فتقول له تمام وتبدأ تجرب الفستين لحد ما يعجب بواحد ويقول لها شكله حلو جدا عليك ويقرب منها ويقفل لها السوستة بتاعته ويوطي ويلبسها الجزمة بنفسه ويكون هي متوترة جدا لحد ما تشوفهم واحدة وتدخل تجري وتقول له فنغ انت رجعت امتى وتتصدم لما تشوف سو جنب وتسألو هي مين دي ومش انت قلت انك مش مرتبط فيتداق ويقرب من سوء حضانها ويقول لها ان دي حبيبتي فتستغرب البت وتقول له لا يمكن انت اكيد بتمثل علي وانت يا حلوة ده فعلك كام انطقي فتغير سوء مكان الختم بتاع الجواز بتاعها وتقول لها ايوة هو حبيبي وتحضن قصادها فتشد البنت ايدها وتبصها على الختم وتقول لها انطقي هو لم يدلك الختم ده فتقول لها اه فتتعصب البت وتطلع لها فلوس وترمه لها فوشها وتقول لها خدي اللي انت عاوزاه وسيبيه وبعده عنه لكن سوء بتقرر تثبت لها بطريقتها وبتتقرب منه قصادها وتخلي البنت تتجنن وتسيبهم وتمشي وهي بتزعق وبالليل بعد ما يخلصوا المشوار بتاحهم تدهقسوا منه من اللي عملوا واللي قالوا وتقول له ان هي مش عاوزة تشوف وشه تانية وتمشي وهي متعصبها ومش شايفة قصادها ويكون فيه متسيكل جاي بسرعة عالية وهي مش شايفة ويلحقها في نغف حضنه في اخر لحظة لكنه بيتعب هو بسبب ضغط النور العالي وما بيقدرش ان هو يشوف حاجة وبتاخده وبتطلع تجري بيه على المستشفى وبتعرف ان جات له حالة مرضية لكنها ممكن تتعالج في خلال اسبوع او توصل لشهر وان ملهاش علاج معين وبتحس ان هي السبب لكن المساعد بتاعه بيقول ان ما ينفعش يروح عاشا العمل بالوضع ده وان هو ما ينفعش يفوته برضو وما ينفعش حد يعرف بالتعب اللي هو تعبه ده فتكرر سوق ان هي تعوضه عن اللي حصل وتخليه يلبس ويتزبط وتروح معاه ويكون لابس نظار الشمس عشان ما يبانش لحد ان هو مش شايف وتكون هي مسكة في ايده عشان ما يقعش وفعلا تدخل وتبدأ تحرك ايده على اتجاه الضف اللي جاي يسلم عليه وفعلا كله يمشي تمام لحد ما تقرب منهم بنت سامرة وتبدأ تتقرب من فانغة وتطلب منه ان هما يرقصوا سوا وعشان هي شخصية مهمة ما يقدرش فينغ ان هو يكسفها وبيضطر يوافق لكن سو بتكون عارفة ان هما هيكشفوا لو سبق ايديها وتزوق ايده وتقول له طب استنوا نشرب سوا الاول قبل ما ترقصوا وتروح تجيب مشروب لكنها بتتقصد تتكعب الفصانية وتقع وتجرح ايديها ويتلم المعزيم كلهم عليها لكنها بتمد ايديها في ايد فنغ وتقوم وتاخده وتمشي لكنهم لما بيطلعوا فوق بيتعصب عليها ويقول لها ما كانش المفروض تتصرفي من دماغك بالشكل ده وانك مش كل مرة عشان تنكزيني هتقذي نفسك بالشكل ده بلاش تفرطي في نفسك طول الوقت الوضع ده تكرر سوا ان هي تعيش مع فنغ فترة عشان تاخد بالها منه لانها بتكون حاسة ان هي السبب في كل اللي حصله وتبعت لجزء هتعرفه ان هي هتقضي الفترة دي مع مامتها عشان تاخد بالها منها اكتر وان هي هتدي له وقت يقضي مع عشقته براحته من غير ازعاج في الوقت ده كل يوم بيعدي فنغ وصوف بيت واحد بيتقرب من بعض كل يوم اكتر وبتحصل ما بينهم مواقف كتيرة مستهلة لحد ما في يوم يروح تشنغي المستشفى يزور ام سو اللي بتفرح قوي اول ما بتشوف ولكنه بيستغرب ان سو مش عندها واسأل الممرضة عليها اللي بتقوله ان هي ما بتجيش الشغل بقالها فترة كبيرة وتصدم ويعرف ان هي بتشتغل طول الفترة اللي فاتت دي في الوقت ده تسحسو من النوم وتنزل تلاقي فنغ في المبخ بيحضر الفطار وتبقى مش مصدقة نفسها وتقوله ايدها انت رجعت تشوف من تاني ويقول لها اه وتفرح قوي لكن بيرن عليها تشنغ وبيطلب ان هو يقابلها فاسرع وقت ممكن وفعلا تروح له البيت تجري لكن اول ما بيشوفها بيمسكها ويزقها عالكنبة ويقول لها بتخنيني ويربط ايدها ويقول لها بقى بتستخفليني وتقولي لها تعودي عن دم كنتي مقضيها مع واحد ده انا هوريكي وهربيكي وملكيش عين تردي حتى ودفع عن نفسك والكنسو سكتة وبتفكر الوقت اللي قضيته مع فنغ وان هي وقعت في حبه بجد وتقول له ابعد عني وخلينا نتطلق فيقول لها ايه نتطلق لا ده انت شكلك وقع في حبه بقى انا هوريكي ويحاول يتقرب منها لكنها بتهدده ان هي هتطلب له الشرطة فيبعد عنها ويطلب منها ان هي تنسى الموضوع التلق ده في مقابل ان هو يتقرب من ممتها اكتر الفترة دي وان هو هيزورها كل اسبوع وبتجبر ان هي توافق عشان مرض ممتها وتكرر تختفي عن فنغ خالص وتبعد عنه وما تفكرش فيه وتتطوع تشتغل في حضانة وفعلا تعدي فترة وهي بالحال ده لحد ما يتقرب منها طفل صغير في الحضانة ويكون دايما بينادلها بامي ويكون هي مستغربة منه لحد ما يعرف فنغ مكانها ويروح لها لكن المفاجأ ان الطفل اول ما بيشوفه بيجري عليه ويحضنه ويقول له بابا وحشتني فيتصدم فنغ ويقول في سره معقول معقول تكون سوى عرفة الحقيقة وان انا اللي كنت معاه الليلة دي ويكون لها ابني مني كمان لا مش معقول ويقول للواد انت بتقول ايه يا حبيبي انا مش ابوك وتستغرب سوف نفس الوقت وتقول هو ايه اللي بيحصل ده وتقعد مع صاحبة الحضانة اللي بتحكي لها حكاية الطفل وتقول لها انهم لقوه هو صغير ملفوف ومحطوط قصاد الحضانة ومحطوط معا مبلغ مالي وان اللي سابته شفناه وهي ماشية وكان بين عليها ستة كبيرة وقلنا ان هي اكيد جدته ولكن يا طارى ام وابو عارفين اللي حصل ولا لا ما حدش يعرف وما قدرناش نعرف عنهم اي حاجة من وقتها وهنا يصعب عليهم الواد ويقضوا اليوم معاه عشان يفرحوه ويكونوا زي ام وابو وينسوا اي خلاف ما بينهم لحد اليوم ما يخلص ويمشوا ويوقفها فين وقتها ويحاول يفهم هي بتهرب منه ليه لكنها بتتعصب عليه وبتقوله ان انا واحدة متجوزة ومش عاوزة شوف وشك تاني وان انا محسيتش من ناحيتك اي حاجة وان انا كنت بتعطف معك مش اكتر وانك كنت صعبان علي وحست ان انا سبب في اللي انت كنت فيه ويقض تفكر ان في حاجة كانت ما بيننا اكتر من كده وتسيبه وتمشي وهي بتفتكر تهديدت شنغي ليها وتروح لمومتها المستشفى اللي بتكون مش فاكرة اي حاجة عنها اصلا وحاليتها عمالة بتسوق اكتر وتقول لها انت مين يا بنتي فتتعصى بصوة تقول لها انت حتى مش فاكراني انت هتفتكريني امتى انا تعبت من الوضع ده وكل اللي انا بعدي بيه في حياتي واللي انا تعزبت فيه انا وضعي بقى صعب خالص وتسيبها وتمشي ويبان فنغي اللي بيكون زعلان ومصدوم ان بعد كل ده ما طلعتش بتحبه وان كان مغفل طول الفترة اللي فاتت دي في الوقت ده تشنغي ما بيكونش ساكت وعمل بيدور ورسوه عشان يعرف فيها كانت بدخونه مع مين لحد ما يعرف الحقيقة ويكرر ان هو يخطفها ويربطها في البيت ويفضل يهزق فيها ويقول لها انت مش هتخرجي من هنا تاني وانك ازاي تعمل فيها كده وانك مفكرة نفسك مين وانك من غير كان زمانك ضيعت انت وامك من سنين ويسيبها من غير اكل وشرب ويمشي وتاني يوم لما يجي يطمن عليها يلاقيها مغمى عليها في القوضة فياخدها ويطلع يجري بها على المستشفى لكن التحاليل والاشعات بتصدمها لانها بتكون مريضة ولو ما عملتش عملية فورا مش هيبقى صدها وقت كتير وتخاف هي وتكرر ان هي لو شافت فينغة هتعرفه الحقيقة قبل ما يحصل لها حاجة وفعلا تروح وتقابله وتعرفه ان هي بتحبه وتقضي الليلة معاه ويكون مبسوطين لكن فينغة بيصحى الصبح وما بيلاقيهاش جنبه وبتكون اختفت وبيظهر ان هي راح تعمل العملية ويكون تشنغة معاها لكن المصيبة مش هنا المصيبة ان هي اصلا مش تعبانة وان دي كلها لعبة من تشنغ عشان يقرها في نفسها ويوريها ان هو البطل السوبر هيرو اللي وقف جنبها وما سبقاش في تعبها وقابلها بكل اشكالها وبكل عيوبها وبيكون متفق مع الدكتور ومع مدر المستشفى ومزبط الكل في الوقت ده توصل معلومات لفنغ ان فيه احتماليا ان الطفل اللي كان في الحضانة يكون ابنه هو وسوف فعلا فيه يقرر ان هو يروح ياخد الود من الحضانة ويعمل له تحاليل والنتيجة تطلع فعلا ويتأكد ان ابنهم لكن بيجي له المساعد بتاعه يجري ويبلغ عن اللي حصل مع الانسة سو ويطلع يجري في الوقت ده يكون الممرضات فوق ده ام سو عملين بيحكوا عنها وانها عملت حدثة عربية ومن وقتها وهي في الوضع ده وان بنتها الغالبانة بتعمل عملية النهاردة وامها ولا داريا بالدنيا حتى وهنا تفوق امها وتفكر كل حاجة ويبني ان اليوم اللي حصل فيه الحدثة كانت سو وليدت وبلغها ان ابنها توفى لكن امها اخدته وحطته قصة باب الحضانة وحطت معاه فلوس وثبته ومشيت وقتها كانت شنغ جايب العربية بيجري وخبطها وتفوق هنا وتزعق وتقول لهم بنتي فين وادوني البنت ده لازم اشوفها حالا وتطلع تجري على قدتها وتقول لتشنغ انت السبب وان انت اللي عملت كده في بنتي ويوصل هنا فينغ ويدخل يجري قط العمليات ويتلحها من جوه قبل ما يعملوا فيها حاجة ويطلع يهدد تشنغ ان هو هيسجنه وفعلا تفوقسه وتعرفها الدكتورة الحقيقة وان هي كويسة وما فيهاش اي حاجة وتتصدم ان تشنغ كان بيشتغلها كل الفترة دي وتطلع تمسكه تهزقه وتقول له ان هي عايزة تطلق منه وان هي هتسجنه على اللي هو عمله لكنه بيترجاها وما بيكونش مسدق ان هي ممكن تبلغ عنه الشرطة لكن الشرطة بتيجي فعلا وبتاخده وهو عمال بيزعق واخيرا بعد قصة الحب الطويلة العارضة دي وسو لست ما تعرفش اي حاجة من الحقيقة اللي حصل من اول المسلسل لكنها بتوافق تتجوزه وبيكونوا فرحانين اللي اتنين لحد ما بيجي شاوي يقول لها ماما فتقول له حبيبي انا مش مامتك ممكن تقول لي لعمة سو فيقول لها فنغ انا عملت تحليل ابوة وان هو طلع ابني فعلا فتقول له بجد انت عندك عيال فيقول لها ابننا احنا اللي اتنين فتقول له ايه اللي انت بتقوله ده ازاي يعني فيقول لها فاكرة الشخص الغريب اللي قضى معاكي ليلة من خمس سنين ده كان انا وزي ما وعدتك وقتها ان انا كون قد المسئولية انا حاولت اعمل ده وارجعتلك فعلا لكنك كنت بتتجوزي وقتها تشنغ ومرضت شقف في حياتك فتفرح قوي وفجأة تلاقي امها جاية بتجري فتقول لها ماما انت ايه اللي طلعك من المستشفى يا حبيبتي فتقول لها بنتي حبيبتي انا اسفة انا اللي عملت في ابنك كده انا كنت خايفة وقتها عليك وعلى سمعتك واللي هيتقال عليك عشان كده اخدته منك انا اسفة وتحضنها سوة تقول لها اهم حاجة ان انا شفتك بخير اخيرا ويقول لها شيو ان انا اخيرا بقى عندي ام وقب وهنا نكون خلصنا احداث المسلسل عن نهاية السعيدة دي وهنا نكون خلصنا احداث المسلسل كامل اتمنى يكون الفيديو نلقي اعجابكو لو عاوزين ملخص جديد ما تنسوش توصول الفيديو لالف لايك في اسرع وقت ممكن وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عليكنا الجميل وفرض جديد ولو الفيديو عجبكو دغطوا اللايك الجميل وكمنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر وبس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة